امتداداً لسلسلة الـ F أوبو مصري قررت طرح الجيل الجديد من السلسلة هو الـ F3 المتخصص في الـ Selfie دي مراجعة أونتك للـ F3 في الأول دعونا نرى محتويات العلم الموبايل بيجا عليه سكينين بروتكتور من البلاستيك اللي بتعرض للخدش بسهولة فنصيحة لو اشتريت الموبايل أول حاجة تشتريها هي سكينين بروتكتور بلاستيك بداية كلامنا هتكون عن التصميم اللي مخرجش عن فلسافة أوبو في التصميم المستوحى من آيفون يعني تقدر تقول إن الاختلاف الوحيد عن F1X على سبيل المثال هو إن مسكة الموبايل بقت قريح شوية بسبب إن حواف الموبايل بقت مستديرة بشكل أكبر موبايل مصنوع من المعدن بسنك 37 من وراء عندنا الكاميرا فوق وجنبها الفلاش وفي النص شعر شركة أوبو من قدام عندنا كاميرتين فوق جنبها سماعات المكالمات وعلى اليمين حساس الضوء الشاشة 5.5 إنش وبضكة Full HD وعليها طبعة حماية Gorilla Glass 5 وبتقنية 2.5D اللي بتخلي مسكة الموبايل أسهل وبتدي شكل جمالي أكتر للموبايل تحت الشاشة بيجا حساس البصمة اللي هنتكلم عنه قدام مع زرارين لمس بإضاءة خلفية على اليمين زرار الباور مع مدخل شريحتين وكارت موموري بيدعم لحد 256 جيجا بايت وعلى الشمال زرارين رافع وخفض الصوت من تحت عندنا منفذ سماعات 3.5 ومايك ومنفذ شحل من نوع USB 2.0 اللي أوبو مصمم عليه لحد دلوقتي جنبه السماعات الخارجية من فوق عندنا مايك إضافي لعزل الضوضاء خلونا نبدأ استعراض الموبايل بأكتر نقطة مميزة في الموبايل وهي الكاميرتين الكاميرا الأولى هي العادية بتيجي ب 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.0 أما الكاميرا التانية فبتيجي ب 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 الهدف من الكاميرا التانية هو أنها بتديك زاوية أوسع في التصوير اللي هي 120 درجة اللي تقدر تستغلها في تصوير السلف لو كنت بتتصور مع مجموعة كبيرة فالكاميرا التانية هتسمح لك بأنك تصور عدد أشخاص أكبر معاك في الصورة الكاميرتين بيشتغلوا بشكل منفاصل يعني لو صورت صورة عادية فأنت كده بتستخدم 16 ميجا بيكسل ولو صورت صورة بزاوية واسعة فأنت كده بتستخدم الكاميرا 8 ميجا بيكسل بالنسبة لأداء الكاميرتين فالأداء جاية جدا الصورة بتطلع بتفاصيل واضحة جدا خاصة في الإضاءة القوية والألوان مشبعة بس ساعات الكاميرا بتستكتب إضاءة بشكل أكبر من اللازم وده بيد جمالية أكبر للكاميرا بس ساعات بيجي على حساب الكوالاتي لكن في المجمل أكيد الكاميرتين بيدوك أداء مميز جدا بالانتقال للكاميرا الخلفية فهي 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة توب وين توب أداءها جاية في الإضاءة القوية ومتوسط في الإضاءة الضعيفة وبالتأكيد أداء الكاميرا الأمامية أقوى لأن الموبايل في الأساس موجه لعشاء السيلفي تطبيق الكاميرا بسيط وبيجي بقى وضع تصوير منها الأكسبرت مودي اللي بيخليك تتحكم في قيام التصوير قبل ما تصور زي الإضاءة والفوكس والتباين وحاجات تانية كمان موجود وضع الجي آي اف اللي بيسمح لك بتصوير صور متحركة ووضع التجميل اللي بيجي بسعى مستويات تجميلة بيسمحولك تتحكم في درجة تصفية الوش عشان تطلع بصورة أحلى للسيلفي الشاشة بتيجي بربعمائة واحد بيكسل في الأنش وفي فترة استخدام موجهتش مشاكل مع الشاشة الإضاءة والألوان كانوا تمام ودي أحسن شاشة نزلت في موبايل لشركة أوبو في مصر لكن في نفس الوقت ما نقدر في نقول إنها أحسن شاشة في السوق في الفئة السعرية دي لأن فيهمه نفسه قوية خاصة لو تكلمنا عن شاشات سامسونج نروح لحساسة بصمة قال له سرعاته كويسة وموجهتش معاه مشاكل ده بالإضافة لأنه مقاوم لرزاز الماء يعني ببساطة لو صبعك عليه مية خفيفة أو عرق فالبصمة هتفتح معاك بشكل طبيعي جدا السماعة الخارجية جودتها مقبولة وتديك ستعالي مش هتواجه معاها مشاكل المواصفات الداخلية الموبايل بيجيب 4 جيجا رام و 64 زاكرة داخلية ومعالج من الفق متوسطة MT6750 من شركة ميديا تيك ودي أكبر نقطة ضعف في الموبايل اللي كان يستحق معالج أقوى من ده بكل تأكيد البطارية 3200 ميلا أمبير وبعد التجربة المطولة لو استخدامك متوسط البطارية هتكمل معاك اليوم بشكل طبيعي لكن لو انت بقى من الناس اللي استخدامها قوي على الموبايل وما بتسيبش الموبايل من ايدك فأكيد أكيد هتضطر ان انت تشحنه قبل نهاية اليوم بارشاميلو هو إصدار الاندرويد اللي شغال بي اف سري مع واجهة مستخدم كالر او اس سريون زيرو الخاصة بشركة اوبو واجهة المستخدم بتيجي بشوية مميزات زي الوضع الليلي اللي بيخلي الشاشة تميل للون الأحمر عشان ترايح انك في الإضاءة منخفضة وتثبيت الشاشة اللي بيمكنك من انك تسبب التطبيق على الموبايل وما حدش يقدر يخرج منه إلا بالخروج لشاشة القفل اللي هتطلب منه البصمة عشان يقدر يفتح الموبايل مرة ثانية ومركز الأمان اللي بيكون فيه أنتفيروس والتسريع للريم ومنظف للرغم وكمان الملف الآمن اللي بيخليك تقدر تخفي ملفاتك فيه وتستخدم البصمة عشان تقدر تفتحها مرة ثانية الموبايل دلوقت متوفر بلون واحد بس الدهبي والمفروض انه هيتوفر بلون ثاني قريب وهو اللون الأسوء وقت المراجع دي الموبايل في مصر سعره 5680 جنيه والسعر العلامي 310 دولار أمريكا وصلنا بقى للمميزات والعيوب بالتأكيد أول ميزة هي كاميرتين السيلفي اللي متفوقين على كل الموبايلات اللي موجودة في الفئة السعرية دي والميزة الثانية أن الموبايل هو الوحيد في الفئة السعرية دي اللي عليه طبقة حماية جوريلا جلاس 5 اللي حاليا ما بتنزلش إلا في الموبايلات الفلاكشب بس اللي بتكسر حاجز 10.000 جنيه أما بالنسبة للعيوب فالعيب الأول هو المعالج اللي اتكلمنا عنه وقلنا أن الملفاء متوسطة ودي نقطة ضعف كبيرة لأن في كتير من الموبايلات اللي موجودة في نفس الفئة السعرية دي هتتفوق على الفسري في موضوع المعالج ده ثانيا الموبايل بيجي بإصدار اندرويد مارشوميلو رغم أن احنا في نصف 2017 ودي علامة استفهام كبيرة جدا في مصطلح اسمه القيمة مقابل السعر وهو ببساطة أنك هتدفع الفلوس دي في المنتج ده هل أنت كده خدت قيمة فعلا تستاهل الفلوس اللي دفعتها ولا لا وفي حالتنا هنا أعتقد أن الفسري بيقدم كيمة مقابل سعر معقولة نقطة أخيرة ما ينفعش يتحدد أنت هتشتير الموبايل أو لا بالعيوب والمميزات الشيء الوحيد اللي يخليك تقدر تشتير الموبايل أو لا هو استخدامك الشخصي يعني على سبيل المثال لو استخدامك في الغالب معتمد على التطبيقات العادية وبتحب الكاميرا فأكيد الموبايل ده مناسب لي أما بقى لو أنت شخص كل استخداماته تطبيقات تقيلة وبتلعب جمز كتيرة لو الكاميرا بالنسبة لك شيء ثانوي فأكيد الموبايل ده مش معمول ليك دي كانت مراجعتنا التفصيلية للـ F3 وأكيد الحكم النهائي لكم ما تنساش تدعمنا بلايك لو الفيديو عجبك وسبس كراب عشان تطابع مراجعتنا الجاية